لكن أريد أن أسألك معالي الوزير أنت حتى تخطط وأنت من المؤمنين بالتخطيط وحتى تدير صح لقطاعك والقطاعات الأخرى بكونك مسؤول حكومي عندك قاعدة بيانات كاملة يعني كأن يكون عن الموظفين عن السكان عن الشرائع لو هي يعني حالة تقديرية نعم نعم قاعدة البيانات هي تأتي من الإحصاء قاعدة البيانات الدقيقة تأتي من الإحصاء السكاني وراح أتكلم عن الموظفين يعني لاحقاً ذكرني خاف أنسى اي إن شاء الله ما أنسى إن شاء الله القاعدة البيانات آخر إحصاء أجري سنة 97 باستثناء قليم كردستان فبالتالي عندنا تسمى مؤشرات إحصائية وفق لمعايير عالمية الإحصاء أصبح الآن ضرورة ملحة أو تعداد العام للسكان التعداد العام للسكان هو مو بس ينطين عدد عدد السكان الآن بالعراق تجاوز 40 مليون و 150 ألف هذا الرقم دقيق تجاوز هذا الرقم ونعرف إش قد لأنه الولادات والوفيات وتطلع عندنا للقام ولكن أهمية الإجراءة التعداد العام للسكان حتى نعرف إش كم واحد عنده سيارة تكسي إش كم واحد يسكن بيت إيجار إش كم واحد بيته ملك حصة الفرد من البيت يعني مثلاً عدنا بيت يجوز مساحته 75 متر و ساكنين بيعائلة 10 نفرات وعدنا بيت يجوز مساحته 1000 متر و ساكنين بيعائلة 10 نفرات إش كم واحد يأكل صمون إش كم واحد يأكل خبز إش قد عدنا عدد الأطفال من سنة إلى كذا إش قد بيهن نسبة الدول المعوقين نسبة العوق شنو حتى وزارة العوق ذن البيانات كل هن ما عدك مع الوزير لا موجودة مو ما عندي ولكن مو دقيقة لأنه لم نجر التعداد شنو مقياسك إنو هي موجودة إذا ما يسمى بالمسوحات الإحصائية إذا ماكو تعداد من أين وجدت مسوحات يوجد شيء هذا موضوع فني يسمى المسوحات الإحصائية يعني مثلاً اندز مسح إحصائي على محافظة سين يأخذ نموذج عينة وبالتالي وفق الطرق الإحصائية نتنبه تنبؤات بهذا العدد موجود دقته 95% 90% 85% حسب نوع يعني مثلاً أريد نشوف إشقد يزرعون حنطة وإشقد إنتاجية الدونم الواحد من الحنطة أحنا ما ممكن ما عدى الإمكانية ولا هي ممكنة بكل العالم أن الروح نسوي مسح من نزاخ للفاو ونشوف كل الحقول إشقد طبعاً هاي شغل وزارة الزراعة ينطوننا هم يعرفون بس احنا ما نعتمد فقط على بيانات وزارة الزراعة عدنا شعب الإحصاء في كل قضاء يوجد شعبة إحصاء تذهب تأخذ عينات وبالتالي عدنا مؤشرات قد تكون مغتربة من مؤشرات الوزارات القطاعية وقد تكون بها حيود بنسبة معينة ما أريد أصل له هو الآن أهمية إجراء التعداد العام للسكان حتى تكون عندنا بيانات وقاعدة بيانات دقيقة لكل هاي المؤشرات اللي تبنى عليها التنمية بالعودة إلى عدد الموظفين سارة نير نعم يوجد جدوى الجيم في كل موازنة جدوى الجيم هو جدوى القوى العاملة هسا تروح بالجوجل الموازنة موجودة ما الواحد وعشرين راح تلقي عدد الموظفين ثلاث ملايين ومئتين ألف وشوية لأنا ما أذكر الرقم قبل شوية طلعت علي بس نسيته يعني ثلاثة ومئتين وشوية احنا عدنا بوزارة التخطيط الآن لجنة بالجهاز المركزي للإحصاء وبيها من وزارات مختلفة والديوان الرقابة المالية أيضا ويانا الآن هاي العدد ريت نسويه بايومتري يعني يفترض والآن وصلنا إلى مليونيين ومئتين ومئتين ويكونون سبعة واربعين ألف والعدد فيه زيادة مستمرة ريت نربط الرقم الوطني اللي سويناه بالبطاقة الموحدة لهذا بايومتري مع الرقم الوظيفي بعد إنجاز هذا المشروع جوز ست شهر جوز أكثر جوز أقل يفترض بأن الراتب حتى نطلق الرواتب لأي وحدة إنفاق لازم يكون عندنا RQ لها وبشكل إلكتروني بحيث أبو المالية يعرف أشقد التغير اللي صار في هذه الوحدة وحدة الإنفاق في وزارة في محافظة في مديرية عامة أو تلك هذا ما كان عندنا موجود الخطوة الأولى نعمل على حصر دقيق للموظفين وأنا تحدثت سابقا قبل أول ما جئت الحكومة وقلت ما نعرف عدد الموظفين بشكل دقيق وانتقدت كثيرا وأنا كنت سعيد بهذا الانتقاد لأني أصارح الناس وأقول لا يوجد رقم دقيق لأن من جينا ردنا نشوف إشقد مثلا الرواتب إشقد راتب اسمي إشقد مخصصات نوعية المخصصات ما نعرفها الآن بهاي الحكومة بدأنا نعمل على هذا وصلنا نسب إنجاز جيدة بعدها نذهب باتجاه الوحدات الممولة عفوا ذاتيا نتكلم عن وحدات الانفاق الممولة مركزيا بعدين الوحدات الانفاق الممولة ذاتيا ومن ثم العقود حتى تكون عندنا قاعدة بيانات صحيحة حقيقية نحتاج إلى وقت هذا عمل كبير جدا يعني مثلا مصر أخذ من هذا الوقت ثلاث سنوات تقريبا حتى أنجزته هم عندهم أربع ملايين موظف من مئة مليون وإحنا عدنا أربعين مليون وعدنا بحدود أربع ملايين فشوف الفرق الكبير إذا أخذناك نسبة وتناسب تلقي مثلا الصين نعم أكمل نعم مع الوزير كمل يعني أنا تقول قصدا أخذ نسبة وتناسب أمريكا الصين روسيا الهند هاي البلدان اللي عدد سكانها كبير وشوفوا اشقد نسبة الموظفين الحكومين فعدنا مشكلة حقيقية في عدد الموظفين اشقد تعتقد معاني الوزير توزيعهم على الوزارات اشقد تعتقد من رقم ثلاث ملايين ومئتين وشوية يكونون فضائيين بطريقة التنبؤات التي تشتغلون بها لا لا هذا الرقم ما بيه فضائيين هذا الرقم اللي يظهر بالموازنة في جدوى الموازنة ما بيه فضائيين لأنه على وحدات الانفاق ومثبت بشكل دقيق إذا أكو فضائيين فوق هذا الرقم وإحنا جاي نبحث إذا نقاطعها بالتالي راح نقاطع هذا اللي احنا جاي نشتغل عليه ويما موجوده بوزارة المالية ويما موجود بالوزارات يعني مثلا أنا ما أريد واحد اسمه أحمد ما يهمني أحمد أو زيد أنا أريد واحد رقمه من 11 رقم متكون هذا الموظف عنده بصمات مال أصابع وبصمة عين يعني ما ممكن ما ممكن يصير فضائي هذا منين نجيبها نستوردها من وزارة الداخلية اللي هي مسؤولة عن اصدار الرقم أو الهوية الوطنية أو الرقم الوطني راح ن